السلام عليكم اتكلمنا يا جبل كده يا جماعة عن أعراض العين والحسد والإصابة بالعين أو السحر لو حد حسدك هذه الأعراض وفصلناها تفصيل شامل طيب اليوم عايزين نعرف موضوع مهم جدا يا جماعة كيف نعرف اللي حسدنا لو واحد أصابنا بالعين أو أعانك كيف تعرف على طول أن انت مصاب ومين اللي أصابك بالعين طيب ما نتذكرش سواء زمان أو في المستقبل القريب أن انت مثلا يا أختي أو أنت يا أخويا مثلا شعرك كان ناعم وطويل جدا ورائع وفجأة تساقط ووجع وكل شعرنا ضعف ووجع ويعني أصبح الإنسان كأنه أصلع وشعره بايس خالص طيب ما نتذكرش أن الواحد كان فتح له شركة أو محل أو عنده تجارة ما شاء الله رابحة وممتازة جدا وفجأة تدمرت وكل الشغل تدمر وراح حاجات كتير من هذا القبيل ما نتذكرش أن إحنا كنا أغنية وفجأة لفلوس كلها طارت ما نفتكرش أن إحنا كانت صحتنا ما شاء الله زي كمال الأجسام وفجأة أصبحت رفيع وهزيل وعظمك كله تعبك ومريض اللي عايز أوصله لك يا جماعة لو تتذكر أن حصل معاك أي موقف من هذه المواقف ربنا فاتح عليك في أي حاجة في الصحة في التجارة في أي شيء وفجأة تتذكر أن واحد جالك ما شاء الله إيه شعرك الحلو هذا إيه شي عميش بتحط على شعرك كيف بتخلي ينمو بالطريقة هادي طيب واحد جالك يا الله عصحتك إيه عمي بتاخد إيش إنت فيتامينات إيش ولا بتاكل إيش بالنسبة للتجارة ما شاء الله شغلك كيف من وين جبت فلوس من وين عملت كذا من وين أو واحد مثلا جالك وهذه أهم كلمة أنت كنت وين وبجيت وين طيب عفوا لو افتكرت إن حصل معك موقف أو أنت يا أختي حصل معك موقف وتتذكر الشخص اللي جالك كلا وبعدها حسيت إن انت جالك تعب وضعف عامل الجسم وبدأت الأمور تتدهور معاك شعرك صحتك جسمك ارتجارتك أي شيء من هذا القبيل اعرف إن هو هذا الشخص طيب ممكن نقول طب هافتكر مين ولا مين طيب أحب أوضح لك أهم علامة تثبت لك إن انت فلان هو اللي أصابك بالعين أو فلانة أول يعني أنت هتتذكر إن فلان آه مرة جالك كذا وحصلت معي كذا بعدها ما تتذكرش بعدها إن انت أهم علامة لو شفت الشخص بتحس إن انت بجيك ضيق في الصدر ومش طيج تشوفه ومخنوق جدا يعني نفسي ما شوفش البني آدم هذا هذه أهم علامة يعني أنا أتذكر إن فلان هو اللي عمل معي كده أو جالك كده لكن أهم علامة عشان أتأكد إنني أول ما بتشوف الشخص بتحس إن انت بجيك ضيق في التنفس وصدرك كأن عليه جبل ومش طيج تشوفه هذه أهم علامة كده هنعرف ونتأكد من إن فلان أو فلان هو هذا الشخص طيب كده عرفنا هو مين الشخص والعلامة المهمة جدا لإثبات هذا الأمر إيش الحلول؟ أول حل الحل الروحاني بيننا وبين الله سبحانه وتعالى المعوزتين الصبح بعد الفجر والمغرب ومعاهم صورة البقرة تشتغل على طول في البيت والرقية الشرعية وبعدها نقول الدعاء بتاع الرقية ونسكر فيه اسم الشخص يا رب فلان ابن فلان علان ابن علان فلانة ابعدها عني وتتكلم بقى وتقول يا رب ابعد عينه عني وبعد شره عني وتدعي ربنا إن فلان اللي انت ذكرته بالاسم وانت يعني متأكد بنسبة كبيرة من العلامات وان كل شيء ان هو بتذكر اسمه وبتخلي الرقية دايما شغاله وبالزاد سلط البقرة في البيت والمعوزتين هذا بالنسبة للطريق الروحاني طيب الطريق المادي الأمور المادية ان احنا رسولنا الكريم عليه السلام كان بيلبس العقيق اليماني فالأحجار الكريمة جماعة عليها عامل مهم جدا طيب هذا بالنسبة لأيام الإسلام رسولنا عليه السلام كان دايما يلبس العقيق اليماني طيب ما قبل الإسلام من أيام حد شبسوت والفراعنة وخوف وخفرع ومنقرع كانوا بيلاجوا جماعة في التبوت الكسكت بتاعه بعد ما يموت أحجار زي الفيروز واللازورد والمرجان لو جينا نبص كيف الناس هذه عرفت إن الأحجار هذه الهقيمة اللازورد هذا بيطلع من أفغانستان وباكستان من قنضهار وترابورة والحيتة هذه المرجان بيطلع من قاع البحر والفيروز بيطلع من عندنا من سيناء فكيف الناس هذه عرفت إنه يبعث الناس الجبل والأحجار هذه من أماكن مختلفة جدا من قاع البحر ومن سيناء من جبل سيناء واللازورد من أفغانستان فالحاجات هذه دليل قطع على إن حتى من سبع تلاف سنة وأيام الفراعنة كانوا عارفين إن الأحجارها الكريمة لها قيمة رهيبة الحجر الكريم من الحاجات اللي بتعملك تحصين للنفس طبعا اعتمدنا على الله سبحانه وتعالى ثم إن هذه حاجات مدلية ممكن إن إحنا قلادة أو خاتم عقيق يماني أو أحجار نلبسها قلادة زي اللازورد أو الفيروز السناوي أو المرجان الخرز الصغير اللي هو يعني فيه حاجات كثيرة جماعة ولازم نتأكد ما نروحش إلى أي محل أكسسوار ونجيب لا نازم نتأكد إن الحاجات هذه حاجار طبيعية من اللي ربنا حتطلنا في الطبيعة أو في الجبال أو في قاع البحر وبعدين أغلب الحاجات هذه لو طبيعية في ناس فهمة وعارفة بالأمر ممكن تروح تشتري من ناس ثقة حاجات تكون فعلا أورغانيك وطبيعي ناشورا من الطبيعة ربنا خليكها وإلها طريقة يعني هي بتشتغلش مع جسمك إلا بناءا على روحانياتك وقربك من الله سبحانه وتعالى وأغلب الأحجار هذه لو أصلية جدا والإنسان قادر عتمنها تشتريها ولازم يقرأ عليها يعني ما بتخرجش إلك ولا تباع إلك إلا بتكون طالعة بإسمك إنت وبتشتغل حسب روحانياتك مع الله سبحانه وتعالى يبقى البند الروحاني الرقية وزي ما قلنا والدعاء والبند التاني اللي هو المادي وثالث حاجة جماعة اللي قلتلكوا عليها واللي مهمة جدا حاسبة إن إحنا نخلي برضو في بيتنا شوية حاجات لازم تحرق وطهر من البيت لما ننظف البيت نحط ميا وملح نحرق شوية أوراق دايما في البيت ورق سدر ورق غار شيح بزور الصغيرة زي عين العفريت في حاجات كتير الحرمل حاجات هذه كلها مفيدة وبتساعد جدا إذن ثلاث أمور بعد ما نتأكد ونعرف والعلامات مين هو الشخص وإيش الحاجات اللي ممكن تحصل لي ونتذكر ونرجع بالذاكرة هنعرف كيف نحص النفسين أولا بقى الأمور الروحية مع الله سبحانه وتعالى ثم الأمور المادية زي الأحجار الكريمة وما شابه ثم الحاجات المفروض تكون دايما في البيت عشان نطهر بيتنا من أي عين أو حسد وكده إن شاء الله هتكون عامل لنفسك يعني كأنك عربية همر مصفحة ضد أي عيون أو سحر أو عين أو حسد وعمر ما حد يحسدك أو يعمل لك أي عين بإذن الله تعالى يارب يكونوا استفادة معلومة حلوة أحلى مساء عليكم ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية والسلام ختم السلام عليكم